السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنتعرف في الفيديو ده ان شاء الله على طريقة عمل سخان بالطاقة الشمسية سخان الطاقة الشمسية بتكون من 3 اجزاء رئيسية هنتعرف ان شاء الله على جزء جزء او الجزء في السخان عبارة عن خلايا بتجمع اشعة الشمس وبتحولها لحرارة وبعد كده بتوصل الحرارة دي في انابيب بتسحبها مضخة وبعد كده المضخة دي بتوصلها لتانك المية طبعا زي ما احنا عارفين ان كسافة المية البردة دايما بتبقى اكبر من كسافة المية السخنة عشان كده المية البردة دايما بتبقى تحت والمية السخنة هي اللي فوق بعد ما الحرارة اللي جاية من المضخة بتدخل على الخزان بتبتدي تسخن المية السخنة بتطلع فوق وتتوصل بعد كده بانبوبة تطلع المية السخنة مباشرة على خط انابيب المية في البيت وبكده نقدر نستعمل المية السخنة جاية من الطاقة الشمسية ونوفر طبعا غاز وكهرباء